اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية في المحاضرة السابقة كمنا الجزء الخاص الذي هو بالحولة وفي هذه المحاضرة سنعمل على الجزء الخاص بالبرتفوليو اللي هو بالنشاطات الخاصة بنا او ممكن يكون معرض للصور طبعا هنا نعدنا بورتفوليو راح نخليها احنا راح نغيرها نسميها مثلا معرض الدورات طيب نجي الى التصميم هنا بالاسفل نجي الى الجزء الخاص بالبرتفوليو طبعا راح نضيف ديف دي آي في وراح ننطي كلاس اللي هو مثلا بورت مثلا بورت طب وطبعا نجي نضيف اللي هو ال مثلا بورت ستارت بورت وطبعا ممكن نستنسخه وطبعا تصير ممتاز يجي الى الاسفل رح نضيف H1 هذا ال H1 رح نكتب بمعرض معرض الدورات Ctrl S هذا طبعا عدنا معرض الدورات وعدنا هنا طبعا خلل بالكود اولا لابد انه هذا ينزل الى الاسفل وحتى ينزل الى الاسفل عدنا فتشي اسمه Clear طبعا نجي هنا بنهاية ال H3 رح نضيف dot port ومن ثم H1 رح نضيف لي ال H1 الخصاص اول واحدة اللي هي text align رح يكون center وقبل text align رح نضيف تشي اسمه clear طبعا من ضمن الكلير عدنا فتشي اسمه path الكلير path اللي هي تلغي مفعول الفلاوت طبعا هنا مثل ما نلاحظ اي شيء نضيف رح يصعد الى الاعلى ويكون بنفس الصف فحتى رد انزل بصف اخر رح استخدم فتشي اسمه clear الكلير اللي هي مسح فرح امسح تأثير الفلاوت حتى تنزل معرض الدورات بل اسفل نجي الى الجزء الخاص بل بورتفوليو نلاحظ انه عدنا هنا background طبعا هذي background ممكن نسحب اللون بل photoshop اللي هو اللون السمائي بل اعلى هنا رح نضيف dot port ورح نضيف وطبعا رح نجيب اللون من photoshop ممتاز هذا اللون طبعا نضغط عليه double click وناخذ copy وبعد طبعا نغلق photoshop ممتاز نجي هنا background رح تكون بهذا الشكل ctrl s اذا لاحظ انه اصبحت عدنا background طبعا طيب طبعا هنانا اصبح عدنا هذا التداخل بسبب انه clear اضفنا لل h1 فقط طبعا هو المفروض clear يضاف لل div بأكمله فرح نحول clear من h1 الى div الرئيسي اللي هو port باعتبار انه الفاصل لابد انه يكون لل div بأكمله طبعا نضغط على f1 ممتاز جدا عدنا هنانا معرض الدورات لابد ان يكون باللون الابيض طبعا نجي هنانا ورح نكتب color طبعا راح يكون بالابيض وحتى يكون عدنا حجم موحد راح نضيف font size ورح يكون عدنا 30 bx طبعا ممكن لاحظ نشوف عدنا الh1 الرئيسي اش get هنا 50 bx فهنانا ايضا راح يكون 50 bx اذا نجي هنا نضيف راح يكون عدنا هذا الحجم بنفس هذا الحجم ممتاز ممكن هذا يكون 40 والاعلى ايضا يكون 40 لان 50 y ويضا طبعا هنا بيال اعلى ممكن يكون 40 ctrl s ونجي هنا طبعا ممتاز جدا بعد ما اضفنا الh1 العنوان طبعا هذا العنوان يحتوي على margin هذا المارجن اللي هو ممكن يكون 20 بيكسل هنا بالاخير عندنا الport h1 ممكن نضيف ل margin المارجن ممكن يكون 20 بيكس و refresh 20 قليلة ممكن يكون 50 بيكس ممكن اكثر ممكن يكون طبعا بادينج ممكن يكون بادينج 50 بيكس ممتاز جيد جدا الان الان نضيف الصور طبعا لاحظ انه 50 هواي ممكن 40 ونضيف هذه الصور طبعا نجي هنا الى البادينج ممكن يكون 40 جيد وننزل اهنانه باسفل ال ال ممكن انضيف صور طيب ممكن نضيف image img top ممكن نضيف هذه الصور ممكن نسميها course 1 هذه طبعا ممكن انضيفها طبعا اول مرة img img slash course one dot jvg طبعا اذا لاحظ انه هذه الصورة ممتاز ممكن انه نضيف center للدف الرئيسي ce center control x طبعا وفي النهاية نضيف center حتى الصورة تكون المنتصف ممتاز ممكن نصعد هنا dot port dot port img ممكن نضيف width اللي هو العرض ممكن يكون 300 pixel وطبعا ممكن يكون margin ممكن 10 bx control s اذا نجي لاحظ انه ممتاز جدا نضيف نضيف الصورة الثانية طبعا هذه ممكن نضيف الصورة الثانية والصورة الثالثة اثنين وثلاثة ctrl s ممتاز اذا نلاحظ انه اصبحت عندنا ثلاثة صور طيب ممكن نستنسخ صور اخرى ممتاز اذا لاحظ انه الصور اصبحت اربعة في الصف العلوي وذلك لان الصور اخذت الحجم الكلي فلابد انه نخلي حجم لالدف مثلا يكون الف حتى الصور تجي على قد الالف وزايد رح تنزل بالاسفل طيب ممكن انه نضيف دف جديد هذا الدف ممكن نكتب div و dot ممكن نسمي co اللي هو course co u مثلا وطبعا نضغط على tab ممكن هذه الصور كلها نضيف ها بداخل الدف هذا اللي هو الدف الخاص في الكورسات وهذا الدف اللي هو co طبعا نجي اللي هنا port طبعا رح يكون dot c ou وهنا بالبداية رح يكون عدنا dot c ou ممكن نضيف ل width ممكن يكون الف bx ctrl s و اذا لاحظ انه الصور هتاخذ الحجم الموقع اللي هو الف pixel اذا لاحظ انه شكل الموقع بدأ يتكون بشكل جميل فقط عدنا border للصور طبعا هنا مثلا تلاحظون عدنا border اللي هو باللون الابيض فانجي هنا اللي الامج ممكن نضيف border هذا border ممكن يكون f solid و ممكن يكون one bx ممكن refresh تلاحظون هذا هو border ولو انا اشوف ها مو جميل ولكن اذا ردت تضيف هي هذه الطريقة رح نلغي طبعا ctrl s اشوف انه بدون border اجمل طيب اكملنا الجزء الخاص بالportfolio وان شاء الله في المحاضرة القادمة رح نشرح الجزء الخاص بالfuture نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى